اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه وبعد فهذا الاسم الكريم هو من أسماء الله الحسنى والكلام فيه مختصر ونحن نقتصر من معانيه التي سجلها العلماء على العناصر المهمة في هذا الموضوع وهي مأخذ هذا الاسم أو اشتقاقه من أي المعاني من أي المصادر ومعناه حظ العبد منه أو من أخلاقيات هذا الاسم فالمهيمن تعني ثلاثة أمور القيام على الشيء بمعنى رعاية هذا الشيء أو مواصلة رعاية هذا الشيء أول حاجة القيام على الشيء ورعايته أمر الثاني هو الرقيب على الشيء معنى مهيمن أي مراقب ورقيب على هذا الشيء الأمر الثالث أنه شاهيد أو شاهد على هذا الشيء لأنه مدام طبعا هو عالم به ورقيب عليه فبالضرورة أنه سيكون شهيد أو شاهد عليه مش شاهد بمعنى جارية بين الناس تحدد كلمة لغوية لها معنى أوسع من معاني لاستخدامات الجارية زي مثلا كلمة شاهد أو شهيد على ذلك فتأخذ شاهد بمعنى أن الشاهد اللي هو شاهد في المحكمة أو شاهد في قضية أو شاهد في كذا لا شاهد معنى أنه الملاحظ المراقب الذي يشاهد باستمرار فالمهيمن من هذا المعنى هذا المعنى وهو أنه العالم الرقيب المشاهد للشيء طبعا هذه المعاني على حقيقتها لا يمكن أن يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى أنه يستحيل على العبد الذي يعلم شيئا ولا يعلم أشياء أن يكون عالما بالأشياء وأيضا أن لا يكون الرقيب وهو بشكل دائم رقيب على شيء لأنه طبعا يعتريه النوم يعتريه الغفلة يعتريه النسيان فلا يتحقق في هذا وأيضا الشهيد لأنه قد يشهد أو يشاهد في وقت ولا يشاهد في وقت آخر أو يشاهد شيئا ولا يشاهد شيئا آخر يستحيل عليه أن يشاهد كل شيء فضيلة إمامو هذا الطرح بالغ الأهمية وسنظل نكرر هذا الطرح الفرق بين المعنى الحقيقي في أسماء الحسنة والمعاني المجازية للبشر والعباد حتى يترسخ هذا المفهوم في أدهان المشاهدين الكرام إن شاء الله بالضبط وأنا أعتقد أن في كل حلقة نشير إلى هذا لكن هي كقعدة وقلنا منذ البداية الأسماء الحسنة فيها هي على نوعين أو على قسمين فيها نوع لا يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى ولا يتسمى به العبد لا حقيقة ولا مجازا الله والرحمن وقلنا بعض الصفات التي تقترب من هذا لكن باقي الصفات مشتركة يعني مثلا العالم هذه مشتركة بين الله وبين العبد الخالق يقال الله خالق أو الرازق يقال الله رازق والعبد رازق والسميع يقال الله سميع بصير والعبد أيضا سميع بصير والله قادر يقال العبد قادر الله مريد وهكذا فهناك صفات عديدة الإطلاق أو اللفظ وأكرر وأضع بين قوسين وتحتها خطين ثلاثة الاشتراك في اللفظ يعني لفظ عالم حينما أقول والله هذا الشخص عالم وحينما أقرأ في القرآن عالم الغيب والشهاد أطلق على الله عالم وأطلق في مخاطبتنا عالم لكن الاشتراك فين هنا عالم وهنا عالم الاشتراك في العين والألف واللام والمين في اللفظ في الحروف لكن أنزل إلى المعنى ما يدل عليه عالم هنا وصفا لله سبحانه وتعالى وما يدل عليه عالم هنا وصفا للمخلوق مختلف تمام الاختلاف بينهما لا مناسبة على الإطلاق وكما قلنا وكما سنتحدث كل صفة مشتركة فهي مطلقة عند الله سبحانه وتعالى يعني أزلية قديمة باقية شاملة مطلقة عامة لا يند عنها شيء إذا رحت تأخذ المعنى بتعالم عند التلاجئ تلاقيه طبعا علم يسبقه جهل ويعقبه جهل علم مستنبض ومأخوز من تعليم يعني المحادث ومن أدوات ومن حواس ويعتريه النسيان ويعتريه الخطأ ممكن يعلمه على وجه الخطأ وهكذا فالاشتراك فقط في العلم في اللفظ أعتقد فإذا ما تفضلت به أن كلمة مهيمن بمعنى العالم الرقيب المشاهد يعني تنطبق على الله سبحانه وتعالى هو سمى نفسه بهذا سمى نفسه بأنه مهيمن وأحيانا نقول مثلا على العبد نصف بأنه رقيب أو نصف بأنه مثلا شاهد أو نصف بأنه عالم لكن يعني كما قلت أنا يا بعد ما بين هذا الوصف وهذا الوصف هنا الأوصاف مطلقة وكاملة وتامة وهنا ناقصة إن كملت في وجه تنقص في وجوه وهذا ما يعني يجب أن نلتفت إليه أو نلتفت إليه المشاهد الكريم كلما ذكرنا اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى المشتركة بين الذات العلية وبين العباد من هذا المعنى المهيمن كما قلنا نعم الذي يهيمن على كل شيء العالم بكل شيء الرقيب على كل شيء الشاهد على كل شيء هو بهذا المعنى لا يمكن أن يتصف به إلا الله سبحانه وتعالى ويستحيل بل من رابع المستهيلات أن يتصف به العبد ويعني لا يظن الناس أن نحن بأن نترقص مقدر العبد لا كل حقيقة تأخذ يعني حقها فالذات يعني المحاطة بالنقائص وطبيعتها النقص يعني من الخطأ ويعني من الكذب أن تصفها بصفة مطلقة لأنك أنت كأنك تصف لمؤاخذة كوز مية بصفات البحر بصفات البحر ده بالعكس دي كوباية مية معروفة لا يمكن أن تصفها بأنها كالبحر وأيضا من الظلم أن تصف البحر بما تصف به كوب الماء هي هكذا الإنسان طبيعته زي كأس لا يستوعب إلا هذا بعد كذا كله نقائص فلا صح أن تقول أنه ماءه مطلق وماءه كذا وكذا تكذب نعم فهذا هو المعنى كما قلنا مهيمن يعني عالم رقيب شهيد أو مشاهد هي من صفات الله سبحانه والقرآن الكريم يعني وصف بهذا الوصف وهنا ألفت النظر إلى أن ناس كثيرين يعني يفهمون من قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق اللي هو القرآن نعم مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى إلى آخره وبعدين ومهيمنا عليه طبعا هو مصدقا لما بين يديه من الكتاب ما بين يديه لما سبق لما سبق من الكتب والرسل هنا أعبر عنها القرآن بالكتاب نعم لا يفهم من هذا أنه كتاب واحد اللي هو نزل ولكن لأن أل هنا للجنس وهذه مشكلة لا يعرفها كثيرون من الناس اللغة العربية اللغة العربية من لم يعرف أسرار اللغة العربية يتخبط في فهم القرآن الكريم وفي فهم السنة بل وفي فهم الشعر الذي هو قبل ومن هنا يأتي سوء الفهم للآية فضيلة الإمام هم يعتقدون أن مهيمنا عليه أي مسيطرة مهيم يعني مسيطرة وكاتم على نفسه الكلام هذا غير دقيق مهيم لأن معنى المهيم الشاهد أو الشهيد فهو شهيد عليه شهيد علىه نزل شهيد أنه آمن به قوم شهيد أنه كفر به قوم هذا معنى مهيم فأزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب أريد أن أتوقف من الكتاب يعني من الكتب واحد يقول لي إزاي كتب تعبر عنها من الكتاب ده فهم كده أل هنا في أل للجنس وفي أل للعهد وفي أل للكمال وفي حاجات عجيبة جدا ولذلك مثلا ناس كثيرين يقولون ده الإسلام قام على السيف يبني ليه قام على السيف يعني لا تعرف الحضارة ولا تعرف الناس اللي استقبلت الحضارة يقول لده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس فخذ الناس على أطلق الناس يعني يحمل سيفه وينطلق في الناس اللي يكتل يكتله اللي ما يكتلهش فضيلة الإمام كما أشرنا إلى أن أنزلنا إليك الكتاب المقصود بها الكتب السابقة يعني البعض قد يفهم خطأا أو يموه على الناس في الفهم أمرت أن أقاتل الناس أن المقصود بها كل الناس أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل كل الناس فما هو المقصود من هذه الآية الكريمة والألف واللام للتعريف هل هي ألف واللام الجنس أم كما تفضلت حضرتك المشكلة في الموضوع عدم فهم اللغة العربية وعدم فهم استخدامات الألف واللام أل حينما تأتي لتدل على العموم تأتي للجنس تأتي للعهد تأتي لتدل على الاختصاص فالأل لها استعمالات عديدة جدا أنا أضرب لك مثل بالنسبة للكتاب والكتب الأول الآية المقصود في الآية مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتب حضرتك حتقول طب يعني لم أتعبر لي بمفرد أقول لك هنا ده مش مفرد إزاي ما ده اسمه الكتاب حضرتك لو واحد مثلا معروف أو مشهور بالقراءة وأن وقت كله للقراءة والكتابة وكذا وكذا ثم وصفته للناس بأنه حبيس الكتاب حبيس الكتاب أقول هذا الشخص ده سجين الكتاب سجين الكتاب معنى أنه سجين كتاب واحد ولا سجين مكتبة من الكتب سجين مكتبة من الكتب لو سجين كتاب واحدة يظل قاصرا في هذا الكتب مش ممكن حيبقى سجين كتاب واحد قراه مرة واتنين انتهى لكن معنى سجين الكتاب أنه يفرغ من كتاب يعني لا يفرغ من كتاب إلا ريث ما يبدأ في كتاب آخر فهنا حين تقول أنه سجين الكتاب لا تقصد سجين الكتاب الواحد وإنما تقصد أنه سجين الكتب هكذا الحديث الشريف حين قال أمرت أن أقاتل الناس الناس هنا فيها ألف ولام وأنا رأيت بنفسي صدفة يعني أحد الشباب المعممين كما للأسف الشديد حينما استدل على أن الإسلام انتشر بالسيف قال يعني أنتم عايزين تقول لنا إيه بعدما عادي نص حديث أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهر طبعا هو فهم فهم القاصر وواضح أنه لا يعرف شيئا من اللغة العربية أن أقاتل الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس جميعا إما يدخلوا في الإسلام يبيد العالم لا واسطة فالفهم الأعرج أو الفهم الخاطئ نشأ من عدم ملاحظة الألف واللام في الناس نفس كلمة الناس وردت في القرآن في أكثر من موضع هي هي لكن ستجدها في موضع تدل على شيء وفي موضع آخر تدل على شيء مختلف مثلا لو أخذت مثلا قل أعوذ برب الناس واضح جدا أنه رب الناس جميعا فألهنة يسمونها للجنس لجنس الناس معنى جنس يعني تشمل كل كل هذا الجنس الذي يسمى بالناس قل أعوذ برب الناس مالك الناس نفس الشيء لا يخرج أحد نروح لقولي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هل هو من نوع قل أعوذ برب الناس بمعنى أن أمره الله أن يقاتل الناس جميعا ولا من النوع الثاني اللي هو استخدمت فيه الناس استخدام قاصر على مجموعة محددة محددة معينة تعالى نشوف في نفس القرآن الكريم أيضا ورد قوله تعالى فيه حينما كان هناك غزوة تتأهل كما يقولون بدر الصغرى وكان المؤمنون يعني يستعدون وقابلهم أبو سفيان ومن معه من المشركين وزي يعني توعدهم فالمنافقين يعني خلت بالك عندي مجموعة الجيش الإسلامي المؤمنين وبعدين عندي أبو سفيان ومجموعته من المشركين وعندي منافقين المنافقين قالوا للمؤمنين قالوا للمؤمنين مجموعة المؤمنين خلي بالكم المشركين بيتوعدوكم وأنهم بيجمعوكم السلاح وكذا 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 كان رد المؤمنين أن إحنا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وحنتوكل على الله القرآن سمى المشركين ناس وسمى المنافقين ناس تعالى الذين قال لهم الذين المؤمنين قال لهم الناس اللي هم المنافقين نعم إن الناس اللي هم أبو سفيان ومجموعته يعدوا على الأصابع قواد القادة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا نعم وقالوا حسب الله نعم الوكيل إذن القرآن استعمل كلمة ناس هنا على مجموعة صغيرة لو أن كلمة الناس دي حيث ما ورده تطلق على جميع الناس القرآن هنا يعني يتخلى في الصدق هنا وحينما أطلق مجموعة الناس على أبو سفيان والخمسة ستة اللي معاه برضو لو كان أن كلمة الناس حيث وما استعملت تدل على يرد بها اسم الجنس على جميع على جنس الناس أيضا نتخلى في صدق الآية هنا نعم فإذن الناس في الألف واللام قد تكونوا للجنس وقد تكونوا كما يقولون للعهد العهد يعني لما أكلمك على ناس وبعدين أو على مجموعة ثم أقول لك الناس كذا دي الذين قال لهم الناس اللي هم معهودين اللي هم المنافقين نعم الناس اللي هم معهودين بدليل أني ورد في حادث آخر أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين نعم فإذن في ناس معهودين يعني معهودين يعني تقدم ذكرهم والعقل يعهدهم في نطاق معيئا ضيق حين تعاد كلمة الناس تنطلق عليهم ولا تنطلق على جميع الناس حتى مثلا يعني في مخاطبتنا العادية فين مثلا الناس بتدور عليك الناس يعني ليس كل الناس هل أوروبا وآسيا وكله بيدور على لا الناس يعني الناس اللي هم حواليك الناس المجموعة نعم فإذن عدم الفهم هنا خلا فيهم أن الحديث دي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقتل الناس جميعا إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن ترقل مام هذا كلام خطأ لا قاله القرآن ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سوء الفهم أو يعني أنا آسف أقول أن الجهل قصور الفهم الجهل الجهل ورزاك عدو يعني عاقل خير من صديق جاهل نعم يعني لا تجد مستشرق لأن مستشرق متعلم يقع في خطأ كهذا أه ممكن أقول لك ده انتشر بكذا وكذا وكذا لكن لا يمكن يجيب الآية دي وقول لك ده معناها لكن أصحابنا دول وأنا زي ما قلت لعضرتك رأيت والله معمما أو ينتمي إلى العلم والله أعلم لبسه عمه ولهو عمته كذا نعم يحتج بهذا الحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف هذا جهل باللغة العربية حينما يقول القرآن الكريم هنا في الآية الكريمة مصدقا لما بين يديه من الكتاب نعم هنا أل هنا معناها الكتب المعهودة اللي هي الكتب الإلهية التورا والإنجيل والزابور وغيره ترجمة نانسي قنقر